السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر قلق عالمي سببته الجولات المكوكية بتاعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في عدد من دول العالم ولقاؤه مع عدد كبير من قيادات العالم بالأمس وأمس الأول طبعا طورة وعاصفة سببتها الجولدية على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي على المستوى العربي وبالذات على المستوى السعودي كان الشعب السعودي بيتابع جولات الأمير الشام خلال الساعات القليلة الماضية إلى درجة أنهم علقوا عليه آلاف البسطات وأثيرت الكثير من النقاشات حوالين تصرفاته خلال المباحثات اللي أجراها مع عدد من قيادات العالم بالأمس وأمس الأول إلى درجة أن السعوديين والكثير من العرب بدأوا يجيبوا الصور بتاعة محمد بن سلمان خلال اللقاءات بتاعته مع قيادات العالم وتصرفاته وإزاي أن عدد من هذه القيادات كان بينحني للأمير الشاب ورغم ذلك هذا الرجل اللي هو محمد بن سلمان كان بيواجه هذه الإنحناءات بإماءة بسيطة بعيدا عن أنه هو ينحني بالإضافة إلى حتى اللبس بتاعه الجزمة اللي لابسها الجلباب لبيض بتاعه الجاكت بتاعه اللبس والفرمة بتاعته كاملة أثارت العديد من النقاشات طيب نيجي بقى للمناقشات بتاعته هو للجولات بتاعته أولا الأمير محمد بن سلمان عمل جولة من بين الجولات اللي عملها كانت في كوريا الجنوبية التقى طبعا برجال أعمال هناك كتير وعقد اتفاقيات للاستثمار في السعودية بقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الزكية بعض الناس علقت قال له هو أنت رايح كوريا الجنوبية ليه كوريا الجنوبية أساسا ضد روسيا وضد كوريا الشمالية إلى درجة أن بعض الناس علقت على بعض الفيديوهات بتاعتنا وبعتت لينا في الإيميلات أهو مش هو ده الأمر محمد بن سلمان اللي أنتو بتدفع عنه أهو رايح يدعم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ضد روسيا طب ازاي؟ هو كان الأمير محمد بن سلمان عقد اتفاقية مع روسيا أن يمنع منعاً بداً أن هو يبعد عن المصارات الروسية ونمالي هو كان الأمير محمد بن سلمان كان عقد اتفاقية قبل كده مع الولايات المتحدة الأمريكية أن هو يشتغل لحصابها مثلاً ولا حاجة أمريكا جاءت تتعامل بفوقية وأجرافة ادالها على وشها وبالأفا مرسي شكراً ثم بدأ يتبنى فكر استراتيجي يحقق مصالح الشعب السعودي ومصالح الوطن السعودي كنا أن فيه اتفاقيات مع روسيا وأن هو بيتوجه نفس الوجهة بتاعت روسيا مش معنى ذلك أنا مطلوب مني أن أنا أمشي في المصارات بتاعتك وإلا هكرر مأساة الولايات المتحدة الأمريكية إحنا صحاب آه بس كل واحد بيدور في المصار بتاعه اللي بيحدده وبالتالي أقد اتفاقات مع كوريا الجنوبية مش ضد روسيا ده على المصاري الاقتصادي أضف إلى ذلك هو حر التصرف هو أنا هسي بالولايات المتحدة الأمريكية ألتقي عندي روسيا عشان تكبلني بالحبل بتاعتها طبعا هناك استراتيجيات عامة وتوجهات كاملة وإن المصالح طالما أنها مشتركة وبتتلاقى في نقطة ما على الرحب والسعة مش قادر أتلاقى معك في النقطة التانية خلاص أنا مش أتقابل معاك مصلحتم مصلحتك أضف إلى ذلك التحركات على المصاري الاقتصادي والاستراتيجي مع كوريا الجنوبية ما هواش أساسا ضد روسيا زي ما بعض الناس تصورت الجولة التانية كانت في تايلاند التقى برئيس الوزراء باريو تيتشان أوتشا وبحث التعاون المشترك على مستوى الاستثمار أيضا طبعا رئيس الوزراء التايلاندي انحنى للأمير محمد بن سلمان وطبعا محمد بن سلمان لم ينحني فكانت فيه ردود أفعال غير عادية إلى درجة أن تايلاند عملت عشرات التقارير عن الأمير الشاب في تايلاند كان الأمير محمد بن سلمان بيشارك في اجتماعات القمة الاقتصادية الأسيا والمحيط الهادي أبك والتقى طبعا بعدد من القادة في مختلف أنحاء العالم خلال الاجتماع ده التقى مثلا بإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا التقى برئيس أندونيسيا جوكو ديدو التقى برئيس الفلبين فردناند ماركوس التقى بسلطان بروناين الحج حسن البلقية وطبعا التقى بعدد آخر من قيادات العالم نعوز أقول لحضراتكم على الرغم من أن اجتماعات القمة الاقتصادية الأسيا والمحيط الهادي أبك على الرغم من أن القمة دي فيها عشرات من قيادات العالم إلا أن كل قيادات العالم بما فيهم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا لم يحظوا بنفس الاهتمام اللي حظى به الأمير محمد بن سلمان كل خطوة كل حركة أنا أعزا أقول لحضراتكم حتى الأجهزة الاستخباراتية وضعاه تحت الرقابة لأن محمد بن سلمان لا يعني نفسه إنما دي توجهات المملكة العربية السعودية حاول أن هم يحجموا في مرحلة سابقة تليها الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية تصوروا إن محمد بن سلمان ابن الملك السعودي وخلاص ولد متدلع والتعوى الكلام ده كله لكن الأمير محمد بن سلمان أبهر الجميع بتفكيره الاستراتيجي بعقليته بخطواته بتصريحاته بتصرفاته بنجاحه في استخدام وسائل الأعلام الغربية في مواجهة الغرب نفسه يعني استعان بالسحر على أهل السحر دايما إحنا بنرقع بالصوت الحياني ونقول الأعلام ثم الأعلام ثم الأعلام يهديكم يا أخواننا يا حكومات عربية ربنا يصلح حالكم الأعلام مزيد من الحريات اد الحريات لوسائل الأعلام عشان تصنعوا منظومة غير عادية وكله تحت إشرافكم يعني مش هيفل بعيد عنكم يعني انتوا عاوزين تزبطوا التزبيط ما فيش مشكلة بس اد مساحة حرية الله سبحان الله يا ربي هو مطلوب انك انت تفرمى للأعلام بتاعك وفي اللحظة اللي انت محتاج هذا الأعلام تيجو تيجي عشان يسندك في القضايا الإقليمية والوطنية بتاعتك مش هتلاقيه قدي مزيد من الحرية وتحت إشرافة هتكسب أعلام قوي أعلام قوي جدا هيحترم العالم وكله تحت السيطرة مفيش مشكلة يا سيدي طالما ان الأمر كذلك بحيث في اللحظة المناسبة يبقى هذا الأعلام غير المقيد هينفعك أكتر من الأعلام المحجم ليه عندك منظومة أعلامية حقيقية استفيدوا من الغرب وانتوا حضرتكم متخيلين ان الأعلام الغربي مش متفرمل وتحت السيطرة لا سعدتك تحت السيطرة فيه لبيات كاملة في أمريكا هي التي تدير المنظومة الأعلامية وكله تحت السيطرة لكن بيصنعوا لعب فن أندسة أعلامية هنا يطلع ضد جو بايدن هنا يدافع نص نص عن جو بايدن هنا يهاجم النائب بتاع جو بايدن هنا يدعم رئيسة الكونجرس مزيكة النتيجة هذا الإعلام بينايل احترام العالم الخارجي هذا الإعلام في اللحظات الحارجة وفي لحظة المواجهات بتكتشف أن هو بيدافع بقوة عن التوجهات والأهداف الأمريكية وبيقنع الآخر بيقنع الرأي العام الدولي ليه؟ ما هو فيه تقسيم ساعتك التقسيم اللي احنا مفتقدينه في الإعلام العربي ساعتك ومن ثم الشغل الإعلامي طبعا ماشى على أفضل ما يكون نجح الأمري محمد بن سلمان في أنه هو يستغل المنظومة الإعلامية الغربية إلى درجة أنه هو استصمر هذه المنظومة بحيث أنه هو طرح وجهة نظر السعودية بشكل حلو جدا أقنعت الرأي العام الدولي فاكرين حضرتكم كل التصريحات النهرية اللي كان أطلقها الأمير محمد بن سلمان ونشرتها كبريات الصحف الأمريكية على الرغم من أن هذه الصحف كانت بتهاجمه نجح في أنه هو يستثمر هذه المنظومة لصالحه ولصالح السعودية النتيجة حضرتكم طبعا دخل شريك في صناعة القرار السياسي العالمي بشكل قوي جدا إلى درجة أنه كل قيادات العالم في قلب طايلان خلال الساعات القليلة الماضية احتفوا به وعملونه تعظيم سلام بشكل غير عادي ليه حضرتكم؟ دماغ وإعلام فالإعلام العالمي كله كان بيتابع تحركاته لحظة بلحظة عمل عاصفة غير عادية الكلمة اللي بتطلع من بين شفيفه بتمثل توجهات ورؤية المملكة العربية السعودية ثمت بالدليل القاطع أنه هو قارئ جيد مصقف جدا ويقدر أنه هو يدير المنظومة السياسية السعودية بشكل أكثر من رائع جدا وده شاب صغير في مقتبل العمر ليه؟ استثمر التطورات العالمية استثمر التكنولوجيا استثمر الأعلام تم تستفيده طبعا العاصفة اللي عملها الأمر محمد بن سلمان مستمرة حتى اللحظة الراهنة عدرتكم عارفين الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس أصدرت قرار بأن هي إدت الحصانة للأمر محمد بن سلمان في سبيل أنه يضمنوا أنه يزور أمريكا على الرغم من أنه هما كانوا بيلحقوه بقضايا في شينك ومزورينها حضرتكم دلوقتي وزارة العدل الأمريكية قالت لا خلاص هو تم منحه الحصانة هو والوافد المرافق له وبيرتبوا دلوقتي أنه هما طبعا ينولوا شرف زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية لأنه هما عارفين كويس جدا أن الخطوة منه لها تمنها وليها قيمتها عز أقول له حضرتكم بعد ما أمريكا منحت الأمر محمد بن سلمان هذه الحصانة منظمة العفو الدولية أصدرت قرار وانتقدت إدارة جو بايدن وقالت عليها أن تشعر بالعار ليه حضرتك أصوى أتل أتلة جمال خشوقي يا حالتها طب واللي قتلتهم دولتك في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي دول أخرى وفي ليبيا عن طريق الناتو أخبرهم إيه؟ لا 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 جمال خشوقي طالما أنه هما عايزين يلوّسوا صورة أي شخص من المنظومة الإعلامية عبر تخطيط مخابراتي يبدأوا يشتغلوا بما فيهم منظمة العفو الدولي شوفوا حضرتكم البجاحة بتاعت الناس دي توصلت لحد فين؟ منظمة العفو الدولية انتقدت المملكة العربية السعودية لأنها عينت الأمر محمد بن سلمان رئيساً للوزراء إزاي؟ طبعاً مفروض نتابع تعليمات منظمة العفو الدولية لمؤخذة إنت إزاي أساساً؟ الملك سلمان بن عبد العزيز عائل السعودية إزاي؟ إنه هو يصدر قرار ويخلي الأمر محمد بن سلمان رئيس للوزراء لا كان مفروض أنه هو يروح ويشور منظمة العفو الدولية ويقول لها بعد إذن حضرتك إه رأيك في الإسم ده تقول لا طيب أنا هقدم لك عشر أسماء والنبيع منظمة وانت اختر لنا واحد من بين العشر أسماء دولي إيه البجاحة ديّة؟ طبعاً بجاحة تصل إلى حد الوقاحة شوفوا حضرتكم ردود الأفعال الدولية الحناء رئيس وزراء طايلاند أمام ولي العهد السعودي يثير تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي إنحنى؟ أيد الأمر محمد بن سلمان رفض أنه ينحني طبعاً التعليقات وردود الأفعال بشكل غير عادي على الصورة ديّة حزاء وجاكة محمد بن سلمان وفيديو كيف تعامل أعلام كوريا مع زيارته يثير تفاعلاً أو زي أقول لحضراتكم أنه هم جابوا طبعاً ردود أفعال غير عادية دعونا نتفرج أو نلقي نظرة على الفيديو أبو حمد بن سلمان محمد بن سلمان أطيب لنا أن نتقدم الشكر الرزير على الدعوة الكريمة وعلى ما لقيناه من أفاة والاستقرار وكالغوية هذه الأمير الشاب اللي كانوا بيحاول يحجموا الخطوات بتاعته قضية خشوقية العرف الدولية تنتقد إدارة الرئيس بايدن بعد إعلانها تمتع ولي العهد السعودي بالحصانة طبعاً رغم أنف الولايات المتحدة الأمريكية أعطوا الأمير محمد بن سلمان الحصانة وأنهم مش هيلحقوا قضائياً تصدف القضاء بتاحهم تحقوا قضائياً على أي أساس وناء على أي أساس طبعاً هم وصلوا إلى درجة أنهم ركعوا على أبواب الأمير محمد بن سلمان تذكروا مؤتمر جدة تذكروا القرارات بتاعة السعودية في مرحلة تالية حوالين تخفيض إنتاج النفط 2 مليون برميل يومياً رغم أنف كل القوى الغربية اللي طلبت زيادة إنتاج النفط تذكروا حضراتكم التصريحات بتاع جو بايدن عندما هدد وتواعد الأمر محمد بن سلمان وكل قيادات السعودية والسعودية بأنه هو هيجعلها دولة منبوزة وقيادات منبوزة والنتيجة أنه هو لف حوالين نفسه ودلوقتي بيتودد للسعودية في شخص الأمير محمد بن سلمان وعلى رأي الجماعة بتوع طايلان محمد بن سلمان أراكم على الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة